معانا الاستاذ صلاح. اتفضل الاستاذ صلاح. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا سمعت يا دكتور الناس بعد ايه دا? اتفضل ايه سيدي. انا كان كالبني خاطب ومحكمش انا صف الخضوة بتاعته. طيب. مش اه الحاجة انه مش من حق نظام الدهب او اي اي مادة انه هو الدهالة او حاجة زي كده. اللي هو الشابكة يعني. اه الشابكة اه. طيب انت حدوك بتتسأل بقعالي الشابكة دي استردها ولا لا? نعم. بتسأل يعالي الشابكة يستردها ولا لا لما تتفسخ الخطوبة او. طبعا. بص يسيدي الشبكة اللي جارى عليه الفتوى في في ديار الافتار المسoki USEW او في الديار المسoki USEW ان الش الشبكة دلوقتي جزء من المهر ليه? لانه لما بيقدم الشابكة بيقدم الشبكة على انه دو قد جزء من صدا Guo بقص من المهر. والدليل على ذلك حاجات كتيرة منها غاية دلوقتي انه بيتكتب كمان ده في الايمة اللي هي بتحفظ في بعض الاحيين بعض حوق الناس وانه ان الناس نفسهم بيجوا وهم بيحسبوا المهر بيحسبوا جزء من الشبكة اللي تقدمت كل ده بيأكد ان الشبكة هي جزء من الصداق وجزء من المهر لان ما كانتش فيه قبل كده فكرة الشبكة دي فهي الشبكة بتبقى جزء من المهر وصحيح هي جزء من المهر والناس بتمارس مع بعض الاشياء انه تتباع وبعدين تتدخل كله على الزوج لكن ده اتعملناه كنوع من انواع المشاركة للمجتمعية فبما ان الشبكة جزء من المهر اذا ما تمش الزواج يبقى خلاص بترجع الشبكة للخطيب لان هو قدمها كجزء من المهر والجواز لما تمش يبقى ياخد الشبكة بتاعته طب وهي الشبكة بتبقى عندي عندي اهل المخطوبة على سبيل ايه؟ على سبيل الامانة لغاية ما يتم الجواز فاذا تم العقد خلاص بتستحق نصف الشبكة واذا دم الدخول بتبقى الشبكة كلها بتاعتها ده لازم يبقى واضح لنا جدا